عايز لك السؤال بقى واضح جدا المهاردة الاهلي الشهوط الاول تحديدا كان ممتع للغاية ده حقيقي ليه؟ علشان مارسل كولر مارسل كولر بقى بيدي اشكال وانماط مختلفة للنادي الاهلي في الطلوع بالكورة لما حد ييجي يضغط على النادي الاهلي والهدف اللي جيبتها حسين الشاحات هو مش بالصدفة يا كريم الهدف ده اتكرر مرتين ثلاثة لما نيجي نتفرج على ثلاث حالات في الشهوط الاولاني وتشوف المتعة اللي قدمها النادي الاهلي في الخروج بالكورة انا حسنت ان النادي الاهلي النهاردة هو نادي بيلعب في الدورة الانجليز just this week الكورة دي في الديقة 13 ها عاوزك تبص على الشكل بيلعب في الدورة الانجليز تعال بقى قبل ما نيجي نقارب تعال بقى بدبص اوقف لحظة تعالى كده نبص على الشكل بتعنادي الاهلي عارف ميني اللي نازل يستليم الكورة؟ محمد هاني ميني اللي هوفع عند الخط؟ امام عشور فانت بالزبط كده مفروض محمد هاني مكان ما معشور محمد هاني بس هم عشان يضغط بطريقة معينة والثلاثة اللي قدامها عيبوا على واحد على اللعيب بتاع نص الملعب بتاع النادي الاهلي والتاني هيبقى بيضغط على الاتنين مساكين والتالت هيبقى مع اللعيب التاني اللي هو كوكا فكوكا ومران عطيه مقافورين فبصش نادي الاهلي بيعمل ايه ببساطة شديدة يا كريم في حاجة اسمها رجل التالت الرجل التالت دا اللي هو بيبقى فري لما بيحصل ضغط او الرجل التالت دا لما بيجي له الكورة هو ما بيستلمش هو بيعمل على طول وانطاطش عشان الكورة تحول فالنادي الاهلي مضغوط عليه زي ما انت شاف مودر فيوتشر قفلك قفل الزواية التمرير زي ما الكتاب بيقول فمحمد هاني هنا هينزل مين اللي بيفضع عندنا نكمل بقى الكورة بالراحة اما معشور هيفضع بص بقى على النادي الاهلي التحول النادي الاهلي ام الراجل محمد هاني امواخد الكورة بص بقى على محمود عبد المنعم كهربة وبص على بيرستاو هيقرب قبل قبل بالزبط كده بيرستاو هيقرب هيلعب لمحمد هاني بص بقى يا كريم تغييرة اللعب ونقل الملعب كله ونقل الضغط كله الناحية التانية هملاعب الكورة العالية الناحية تانية جمعت اللعب في حتة وانا بطلع بالكورة عشان لمود الفيتشر كله يضغط على الطرف واقوم طلع على طول احسين الشاحات واحسين نكمل الكورة بسرعتها عادي مفيش مشاكل هتلاقي احسين الشاحات قام داخل بالموارة الكبيرة بتاعته كانت كورة خطرة جدا للنادي الاهلي واحمد نبيل كوكا بيقوم بالدور الزيادة اللعب رقم 8 والكورة شفت انت التلوع بالكورة بطريقة مختلفة تماما طب تعلم بص على الكورة تانية في الديها 27 نفس الكلام برضو النادي الاهلي يحاول يطلع بالكورة نفس كلام نبيل كوكا معاه الرجل في نص الملعب مرانا عطية مقفول عليه من محمد صادق بص مرانا عطية راجل عطول محمد صادق قافل عليه نكمل الكورة بسرعة اكبر شوية محمد عبد المنقم هنا يحاول يحضر الكورة بص على محمد هاني ونبص على امام عشور هالكورة تلاعب ليه محمد هاني بص بقى تفرج على الرجل لحظة بقى هي طبعا فيها ريسك شوية من محمد هاني بس اول ما مرانا عطية صاحب الرجل معاوسة لمحمد عبد المنقم بص بقى يا كريم هنا الجديد بقى المختلف ايه مين اللي نزل استلم المرة دي حسن الشعات نرجع معلش قبل ما الفريم دا يجي حلوى حلوى نرجع بزاق يعني احنا اتكلمنا في الاول ان انت تطلع هدخل محمد هاني في النص حلوى واطلع امام عشور على الطرف حلوى طب وما فيش غير الطريقة دي لا معلش ناسف والله هل ما اعطعك يا جماعة ما هو ده مرس الكولر بزاق يعني والله انا عارف ان الجمهور الاهلي يسعب بيزعب من القصة ديت موسيماني مدرب ناجح وعظيم وكل شيء بس انا كنت بفرج على النادي الاهلي بقول لا يا جماعة النادي الاهلي ملعبش بالوحشة دي النادي الاهلي بيلعب حسنين كورة وحشة بس كان عملي جدا وراجب كان بيع فيك سابوترات ما بقللش منه ابدا بس راجب برس الكورة الكورت حلوى كمان